النهاردة الاهلي دخل المباراة بهدوء هدوء اللي هو ايه؟ انا كده كده هكسف في اي وقت واتعاقب اتعاقب بهدف بعد الهدف تحول النادي الاهلي واتقلق النادي الاهلي صحيح؟ عمر كمال عبد الواحد ومودست هم اللي سجيهوا الاهداف وممكن نقول ان بالاتنين دول قدر مارسل كولر يغير اداء النادي الاهلي وتغييراته نجحت بس هو في حقيقة الابن مش التغييرات بس لنجحت الاهلي مع مارسل كولر بيعرف كزا مرة في المباراة انا حلعب اربعة 3-3 انا حلعب اربعة 2-3-1 انا حلعب اربعة اربعة 2 انا حلعب اربعة 2-4 كل دا بيحصل في المباراة الواحدة بسهولة جدا انا دائما بصراحة يعني منحاذ لمارسل كولر انا بحب المداربين اجانب اللي بيجوا مصر ويباليهم تأثير مش اللي بيكلوا عايش وبيمشوا وياخدوا منها سوءات فلوس ويجروا لا دا ليه تأثير تأثير على الاهلي تأثير على الشكل اللعب تأثير على الأفراد خد بالك خد بالك من اللي جاية دي بعض أو كل من اللاعبي النادي الأهلي بيعودوا يسربوا للإعلام للزمالة للزملاء الصحفيين بتوعهم يعني أو المزعين أو الإعلامين أو المحللين إنه مرسل مش مسيطر على الفرقة إنه مرسل كولر مش عادل إنه مرسل كولر مش مركز كلام ده مش موجود خالص دي عادات عادات اللعيبة اللي بتقعد عالدك دي عاداتها في أي حتة في العالم على فكرة قدما نقعد عالدك يبقى المدرب وحش نادرة بقى لما تلاقي لعب عالدك بيبقى فاهم وعارف إنه اللي في الملع بحسن منه دلوقتي إنه اللي في الملع بيقادوا الأدوار أفضل منه دلوقتي بس مرسل كولر فعلا مدرب كبير أنا بقول لك كلمتون دول ليه قبل النهاية الأفريق يحصل اللي يحصل أنا عند رأيي إن الراجل ده مكسب لكرة القدم المصرية قبل ما يبقى مكسب كمان للنادي الأحلي اشتركوا في القناة